السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نعرف لماذا تيو وهذا يترس لماذا السبب الذي يجعله يترس سوف ترى معنا هذا الرابع الضيعة لديه ثلاثة الفانات الفانة الأولى هي هذه نبدأ فيها السقيهية أول وحدة نبدأ في السقيه نسقيه بها نسليه نفتح الفانة الثانية ونسدها هذه الفانة الأولى لا يقع فيها ولا يترس نحاول الفانة الثانية والثالثة كما قلت سابقا الفانة الأولى هي هذه الفانة الثانية هي هذه نسليه منها نسدها آخر شيء نسقيها هي هذه هذه دائما تبقى بهذه الشكل مفتوحة هذه تبقى لنا بهذه الشكل ونسليه حتى للسقي المقبل هذه الفانة الثالية التي نسقيه في الثالي هي تسببنا تسببنا دائما تلاحظوا أن هنا تيوية دائما من هنا تيوية دائما كي يكونوا بهم ثقوب كما تلاحظوا معي هنا هذه هي أخر فانة التي نسقيها في الثالي أغلبية تيوية دائما تقطعها كما تلاحظوا معي هنا قمنا بالإصلاح هذا وهذا دلنا له إصلاح هدو كاملين كانوا يقتربوا لما كانوا يخويوا لما ماشي نفس الشيء دائما في هذه الفانة تقريبا كاملة تيوية دائما هشين بزاف يعني بهم ثقوب والسبب شنو هو السبب هو أن الماما كيبقاش بهم وكيتسبب بالأشعة ديال الشمس كيتهرسهم كيتهرسوا كيرجعوا كيتهرسوا بالزربة وبيهم ثقوب لذلك باش نجنبوا هذا الانكسار وهذا التقوب تيويات من المساعدة سيقف الماء مباشرة ونحاول نسد هذه الفانة يعني نحاول نسدها في الأخر لا نجعلها مفتوحة إذا نجعلها مفتوحة كامل الماء وبذلك يتعرض الشمس وكيتعرض الشمس وكتلحق بها الدرار وكيتهرس عكس لكي نسدها فالتيو يقوم بالماء وبذلك لا تأثر عليه درجة الحرارة خاصة في الصيف ولذلك أن الحل باش نجنبوا باش نجنبوا هذا الانكسارات وهالتقوب ديويات يعني كنحاولوا أننا نسدوا الفانة باش ما يوقع نشر دور ديال الماء باش ما يوقع نشر دور ديال الماء وكيبقى تيو عامر بالماء حتى السقي تاني هذا اول حل باش اننا نايفي تيو هذا وبذلك اننا كنحافظه كن ندير كتكن عند هاتيو واحد المدة كبيرة ديال مدة استعمال دياله يعني وما يلحق به حتى ضرر لأن الماء كيكون بالداخل دياله وبذلك كيبير ردك تيو ومع درجة الحرارة ما كينكسرش هاتيو عكس إلا كان خاوي يحطيناه في الشمش فهو ضروري أنه كين نلاحظوا معايا ديبا وهي كانت مسدودة كتسمع الصوت ديال الماء والماء دبراه نقاطعين الماء للدائعة ولكن فش كنسدوها مباشرة الماء كيتخطع الدائعة كاملة والماء كيبقى بداخل ديال هاتي الانابيب والتيو ديال قوتا قوتا وبذلك كتحافظ على البرودة ديالتيو وكتحافظ عليه من أشياء الشمس خاصة هاتيويات اللي أنه هم مدفونيش تحت الأرض حداري خاصة المبتدئين دائما أننا حتى كنسدو الماء من المنبع أي من الموتور أو المطاقة عاد كنقوموه بالسد ديال الفانا عمرا كنسبقوه صدان الفانا على صدان ديال المنبع ديال الماء ديال السقي لأنه راي مكنا نوقعوه في كارتا أننا كل شيء غايتفرقع وكل شيء غايتفرقع ما بين الواد وما بين تيويات لذلك دائما كنسدو الماء من الموتور أو المطاقة عاد كنسدوه من هاد الفانا قصر شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة